لو الحكاية فيها هنّا ذيك مليون جنيه ولسه هادية فاع تاني وإحنا قمنا بأربعين منطقة عشوائية للدولة بتكليفها مليار جنيه ده مالدة بسببها مدقية وده التطوير الشامل بالنسبة لها وهناك العشوائيات ربعان لها نظم معلقة بالنسبة للتطوير وحنخش نفتح بستين منطقة تاني يعني الدولة دخلة بالفعل ماشي بخطأ منتظمة بالنسبة للعملية العشوائيات فأنا بطمن العشوائيات كلهم هما هيشوفوا على قد الواقع ان العشوائيات حتاج التفرق خلال الفترة القدامة وحنا نقولين نفتح فيها كلها يعني احنا بس ايه ان كانتش مادية احنا بنحس المكامل مادئ كله ان يخش معانا بنسبة العشوائيات بعض الجامعية خادوا عشر منارات بعض رجال اعمال خاد منطقة فاحنا بتقول والله فيه جامعية بتاع محمد السكتة داخل واحدة منطقة ففيه احنا بقول المكامل مصر اللي نخش معانا مشكلتها كلامة ويقولين لابد ان يتراتعوا بنفس المزال او الحقوق من داع الماضي ما عليك ما عليك ما عليك في نسبة القانون للتظارب ما عليك عجب ما عليك في نسبة الضرور للتظارب فان انا اترى ان العيد عبدالجياد من مصر اليوم انا اترى ان الحكومة تسرعت في خطوك هذا القانون وخبرا فالشارع ان القانون ده حيكم عمده عشان تبهت تغير الاسلام عن المشاركة في الحياة السياسية ومازل لو حدث عند الاستفتاء للدستور مقامة ان اجتماعات الاخوان المسلمين او انصار التغير الاسلامي بالمظاهرات او بتعطيل اليوم هل احساب عليكم بالتظارب مغرى ايبقى فيه حفيظ انا عاوزة سأل سؤال انا بقى انت سألت سألت نفس السؤال هل كل دول العالم بتقرد تلك يطلع التظاهر وكسر ويعمل التظاهر السلمي احنا القانون المعمل ده لإطرار التظاهر السلمي وليس لمعنى التظاهر التظاهر التخريب ده لا هل يا حد يارب ان حد يكون كسر انتوا عادين اوه يبقى عاربت اكواب حد يقول يخسرها ازاي؟ او يحرقها اوه احرق ان جامعة اللي انا فيها احرق ان مش اللي انا فيها ازاي؟ انا عاوز بس اعرق ليه؟ ليه سببها؟ الداولة بتقرد تظاهر السلمي وتحدد اماكن معالية التظاهر السلم وتختر في التظاهر السلم والداولة تحمل المتظاهر السلمي ايه مطلقش اخرر ده مال اللي بتخرر ده مال هو كمان مش مال التشاري مال يقول ليه؟ ومال اللي بيخرر نفسه ازاي بقى ان انا وبعدين تعالوا هاته القوانين العالم كلان ننجع كده نفس نفس حد في الوزايا الالام من الاخوة القانونية يطبع يقول والله القوانين اللي بتنظم ازيل عملية في العالم كله في امريكا ومدلترا وفرنسا في كلها العالم ونقررنا في الزمين انا بطمئ لجميع بالنسبة الازراء لكن بطالب تاني ان احنا ننزل كله ينزل كله يدلوا بصوته ان احنا في مرحلة انفضالية مهمة جدا بالنسبة المصر ولابد ان احنا نبدأ فيها من عملية تنمية شاملة وهي بدأ بالفعل واحنا شايفين دلوقتي ان الدولة والحكومة كلها ايما في دولة جدا ان كان بعض بياجبوا لك الحكومة انت مش لها الحكومة تعمل كتير جدا في حاجات كتير جدا ان احنا الحكومة انت امرأة صايرة بلسة الحكومة بالفعل عملت كثير بالنسبة للدولة ان ان كان شونا اول قضية تبنانة هي خضية العشوائيات حكومة تبنتها وان احنا بدأنا بدأنا اطلقنا مبادرة تطوير العشوائيات من شهرين ونص وطرقنا مساهمة المجتمع المدني ودخل المجتمع المدني كندا بجاده وهدأ اتلاحا يعني حاجة احددتها المشأة ووشف ان احددتها كلها ويتدار واحد على مساهمة كلها المشروعات دي احددها مغازية لديه مسا المشروعات ميه المشروعات مغازية مكافلة لو جانها بابة زي دوميان فيها ساعة مبادرة اللي بخش كان مصمار بورمان وخش بالكالون وخش بالمفصلة وخش بالكازة وخش وخش ممكن اقول ان انا باقي عامل كل الواحد ده هو مشروع سوية واحدية المصدر براهم المصدر واحد كذا اعرف العملية الاسفازية اللي عام كلها هلماشي الوقتي مش مشروعات الهديدة حني ايجي مسلا ان المحاصف العملية المحاصف العملية المياسفة على الاسفة ان قم عليها افسفة عشو سنعة ممكن اقول شباب ليني يعني لو فقطنا سنعة تصدرية انها قالوش كانت صغيرة للشباب في المحاصف كلها انها ان احنا دهات ونعان نقول الاسعار 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 المؤلعة والاسعار الارية والدولة ما حد شعرت ان الاسعار دي اصمم تيجي نتيجة نحن في الظروف الجوية قوانا متأسرة محاصرة بعض الأحيان تلقي مسلا كيلو طمضة ونعبق عشر جنيه ونشر جنيه غير كيلو مش عاد كذا كذا في حاجات معينة الظروف الجوية في الظروف معينة الظروف قاسم في عملية المنتج بتاعنا لكن في مشكلة موجودة أنا ممكن أن أختلاقي هناك إن أنا بعمل الشركة في كل قارية عملتها الشركة الظلامة الشركة السؤالة ديها هتكون بتأسير محصول فلاك لو تيضي نمص كيلو طمضة برسم فنحن نجيله بدنين لأمصر بسنة وكربعة بدنين لأنه بتاع التنين كذا كذا لكنهمك عند جان صويلة موجود؟ لا خلاص عبدا أنا أنا ما سوى هذا لو كثبت بدنين فأنا عفرت على المواطن الأخير اثنين بدنين